والآن أتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرة سيناء تقدمه لنا حكمة عبد الحميد إليك هنا شكرا هيبة شكرا آية وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الاقتمانية ذلك بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية وأشار المركز إلى استمرار تثبيت التصنيف الاقتمانية لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الاقتمانية للعديد من دول العالم حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019 مؤكدة أن سجل مصر من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا قد أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة تستضيف مصر الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هالا السعيد على أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما لها من تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه في عام 1974 مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك بلغت أكثر من 16 مليار دولار افتتح وزير البترول والثرو المعدنية طارق الملاء المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابدة وشركات البترولة المصرية والأجنبية وقال الملاء إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الأراء التي نجحت في رفع كفاءة استخدام الطاقة انطلق مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول في نسخته الثالثة والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية بهدف تسليط الضوء على أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت في قطاع البترول وفي مجال تحسين كفاءة وترشيد استخدام الطاقة بخلال كم سنة اللي فاتوا اشتغلنا على هذا الأساس ووضعنا الاستراتيجية في 2016 وكان على أساسها زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي التنصيق مع كل المنظمات الدولية بشأن وضع مصر في منظومة الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعي زي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية اللي كان على أثر ذلك انتهينا بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وده كان بدعم وبمبركة من الدول المؤسسة والدول المراقبة والدول الأخرى التي اشتركت مؤخرا الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لكي تكون مركزاً إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط والقاهرة لديها جميع الإمكانات لتكون مركزاً للطاقة وبالفعل هناك شراكة كبيرة بين بروكسيل والقاهرة خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة معرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول يستضيف أكثر من عشرين جناحاً لشركات وهيئات دولية ومحلية وذلك لاستعراض أحدث التكنولوجيات والخدمات بمجال كفاءة الطاقة بما يسهم في تحقيق تحول استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع البترول بنشارك في المؤتمر بنتعرف بعملة جداد بنتعرف بأفكار وتكنولوجي جديدة أنا عندي تيم بتاع الإدارة المتوسطة الكاباستي بيلدنج بتاع الوزارة التيم ده بيشوفوا كل التكنولوجيز اللي متطبقة في العالم كله في الشركات العالمية في الشركات الشقيقة والمحلية بناخد الأفكار اللي هي ممكن تناسب شركتنا وإحنا من الشركات اللي بتطبق على طول مصر هتبقى رائدة في مجال ترشيد الطاقة في أفريقيا وفي العالم وكل اتحاد الأوروبي والدول كلها بتأمل في وجود قائد للمنطقة في هذا المجال نكون من تطور الأحسن ونخدم وزارة البترول ونخدم الأهداف الاستراتيجية لمصر في التحول الرقمي المعرض السنية دي له أهمية خاصة جدا لأنه هو بيتعامل قبل المؤتمر قوب 27 في نوفمبر شرم الشيخ فده أعتقد اللي هو ده تحضير مبدئي للمؤتمر الكبير إن شاء الله تحت رعاية سيد رئيس كونه اللي هو بيتكلم على الطاقة والاستثمار في الطاقة والطاقة الجديدة للمتجددة ده له أهمية خاصة جدا في الظروف اللي احنا بنعيشها دي وده بيمثل استثمار بدون تكلفة تأتي أهمية المؤتمر في تحقيق رؤية قطاع البترول لتحسين كفاءة واستخدام الطاقة وخفض التكلفة التشغيلية بشركات القطاع من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات والأنظمة في مجال كفاءة الطاقة تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات التراك عن مؤشر الرئيس بينما ارتفع معشرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ارتفع رأس المال السقي 509 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 689.566 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10461 نقطة وأغلق عند 10438 نقطة متراجعا بنسبة 22% في المئة فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان عند مستوى 1821 نقطة وأغلق عند 1830 نقطة مرتفعا بنسبة 48% فتح مؤشر EGX100 متساوى الأوزان عند مستوى 2758 نقطة ليغلق بذلك عند 2768 نقطة مرتفعا بنسبة 38% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.22 للشراء و18.30 للبيع سجل اليورو 19.20 للشراء و19.29 للبيع وصل الجنيه الاسترليني إلى 22.74 للشراء و22.86 للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الأميراتي اليوم 4.96 للشراء و4.98 للبيع الريال السعودي سجل 4.85 للشراء و4.88 للبيع في أسواق المعادن النفيسة ارتفع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1832.30 دولار للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيه للجرامة وسجل الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للجرامة سجل عيار 24 نحو 1234 جنيه ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8640 جنيه قادت بورسة أبوظبي أغلب أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع تماشيا مع اتجاه الأسهم العالمية ولكن المؤشر السعودي وصل الخسائر من الجلسة الماضية قفز المؤشر الرئيس لبورسة أبوظبي حوالي 3% كما أغلق المؤشر الرئيس في بورسة دبي على ارتفاع بلغ 1.5% في المقابل وصل المؤشر السعودي الخسائر ليغلق على نفو الخفاض بلغت نسبته 1.7% انتهت الوقفة الاقتصادية وعود مرة أخرى إلى هبا وأي إليكم أشكرك حكمت